السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعاء 13 آذار مارس القمر اليوم أو الآن موعد بث الحلقة القمر ما زال موجود في برج الحمل وبعد منتصف الليل الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء القمر بنتقل وبيستقر في برج الثور يعني احنا الآن في فترة خلو مسار خلو المسار بدأ الساعة 11 و7 دقائق من ظهر يوم الثلاثاء رح يستمر لغاية الساعة 12 و28 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعاء لا يستقر القمر بعدها في برج الثور هذا بيعني ان الفترة هاي لغاية ما بعد منتصف الليل فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بعد انتقال القمر واستقراره في برج الثور رح يظل القمر موجود في برج الثور لغاية الساعة 13 و15 دقيقة من فجر يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها للجوزة القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لا إظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ومرح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة من عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر بما انه موجود في برج الثور معناته اليوم منصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر دائما في برج الثور ينصح ببدء خطة توفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و56 دقيقة فجرا بتوقيت جرانيش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و57 دقيقة فجرا بتوقيت جرانيش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و29 دقيقة مساء بتوقيت جرانيش بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرانيش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حول كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما إنها بتساعدنا على التحرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نجري عمليات جراحية كبرى لا إلها العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين، وتفاحة آدم باقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لا إلها مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقل والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلهجي بالنسبة للقمر بما أنه استقر في برج الثور خلو المسار القادم بيبدأ الساعة عشراء وثمانية وعشرين دقيقة مساء يوم الخميس بتوقيت جرينيتش وبيستمر لغاية الساعة ثلاثة وخمسة عشر دقيقة من فجر يوم الجمعة لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ثلاث أيام في تمام الساعة خمسة وتسعة وتلاثين دقيقة فجراً بصير أربع أيام نسبة الإضافة سبعة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسي بنسبة عشر في المية القمر في الثور حتى يوم خمسة عشر أربعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الحمل حتى يوم 1-4 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحوت حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 60% الزهرة في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل هذا اليوم بيحمل لكم فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل وتنطلق اليوم تستغل الفرص برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي تتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة مثلا أو بتتشجع لمواجهة أو ممكن أنك تطالب بحق لإلك وبرضو بإمكانك أنك تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم القمر موجود في بيت المتاعب فبيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني وانجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك تعتبر من أسوأ أيام الشهر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو طلباته أهم شيء أنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك وابتفرح بدعم من جهة ما يعني في اليوم نوع من أنواع الاستغلال لعلاقات الاجتماعية والأصدقاء فحاول أنك تستفيد منها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء أنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة ولا تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعج بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم اتصالات مع خارج البلاد أو مع أجانب وممكن يصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور تتعلق بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة يعني واعدة جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ثم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهمش أنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع ولأعادة بعض الأمور لنصابها وممكن تنشغل بمعاملات وأوراق برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم اتجنب الإنفعالات اللي بتخفي عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذرك من المشاكل أو من الجدال أو الصراع لأنك أنت الخاسر والخصم قوي وشرس خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندكو قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم أم مش إنكو تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة ولا تلتهوا من المستحسن إنه تبدأوا أعملكم باكرا إذا أردتم نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة وممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم مش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحباك ابتنوا بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير عليك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وبتنشغل بمسائل عائلية اليوم أهم مش إنه ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك وحاذر من الخلافات ولا تضخم الأمور بتبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ماء في اليوم ارتباط أو وعك صحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاول أنك تحافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة بتصرفاتك وبكلامك حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة بديهة وقوة على الإقناع عالي جدا بتتمتع بنشاط عالي وحماسة هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء